بيتسو موسماني المدير الفني للنادي الاهلي اقترح على لجنة التخطيط امكانية اعارة محمود عبد المنعم كهرباء وحسام حسن لعباء الفريق الى نادي في ووتشار خلال الموسم الجديد مقابل التعاقد مع احمد عاطف مهاجم الفريق احمد عاطف من اللعيبة اللي النادي الاهلي حاطت عينه عليها بشكل كبير جدا وموسماني شايف انه كهرباء ممكن يبقى ورقة وحسام حسن يبقى ورقة اخرى لاقناع في ووتشار لضم احمد عاطف هو بالمراسبة احمد عاطف مرتبط بتعاقد مع ويدي دجلة بس احمد عاطف هناك بند فاعده اعتقد ممكن يبكي مع في ووتشار فهو ده الاصد او الهدف من الفكرة انه الاهلي يقول لي في ووتشار كده مثلا زي منقولها بالعرب يعني سيب لي احمد عاطف انا اخلصهم مع دجلة وانت خد الاثنين دول حسام حسن ويدي كهرباء والاثنين نجوم كبيرة طيب في كرة السلة حكاية حكاية حلوة او شغالة دلوقتي نادي الاتحاد السجندري والاهلي الاهلي او الاتحاد كان كسب اول مباراة انتعارفين نهاية دوري بتلاعب بيست اوف فايف اللي هو خمس مباريات بين الطرفين النهاش الاتحاد كسب اول مباراة الاهلي كسب تاني مباراة الاهلي كسب تالت مباراة بقوا اتنين واحد النهاردة الاتحاد السجندري تعادل بقى في عادل المباراة مع النادي الاهلي بقى اتنين اتنين الاتحاد السجندري كسب النادي الاهلي النهاردة خمسة وتمانين خمسة وسبعين في المباراة الرابعة مباراة الخمسة اخر المباراة المباراة الحاسمة هتكون يوم الاتنين اللي جاي يوم الاتنين اللي جاي هتحدث بطل الدوري الاهلي والاتحاد في الاتحاد في منتهى القوة رايح جاي ما تقدرش تقول حتى المباراة اللي جاي دي من اللي هيكسبها صعبة جدا للفرج على الأربع المباراة اللي فاتوا ما تقولش إن فريق ولو بزر قدك دول لها أفضلية على الآخر الاتحاد دايما في كرة السلة كبير كبير قوي يناطح الأهل ويناطح الزمالك ويبقى أفضل كمان من الأهل والزمالك أحيانا ويبقى أفضل من جزير يعني بس الاتحاد قوي جدا الأهل عامل فرقة حلوة مع مدرب محترم جدا عامل فرقة للبسكت حلوة جدا ومعها مدرب محترم جدا عشان كده المباراة الفصلة اللي هتكون يوم الاتنين اللي جاي إن شاء الله لتحديد بطل الدوري هيكون فيها كلام كتير وكلام حلو أو إن شاء الله كل التوفيل اللي لكل التوفيل الاتحادي يقدمونا مباراة كبيرة ومباراة محترمة